مرحبا أعزائي المتابعي قناة بلين بيعين عربية الفيديو مات اليوم عن واتساب وتحديدا كيف رح فعل الوضع المظلم أو الدارك مود في الواتساب في هاتف الآيفون حبيت أعملكم هذا الفيديو اللي طلب من أحد المتابعين لكن قبلها طلب من كل شخص يدخل على هذا الفيديو ولم يشترك أنه يشترك في القناة ويفعل الجرس وراءة الفيديو فقط معلومة مهمة لكل واحد يستعمل التطبيقات فيسبوك إنستجرام وسناب وتيك توك رجاءن هذولا تطبيقات تجارية وترفيهية لتستعملوهم للسياسة التطبيقات الآن قرار أي واحد يدخل السياسة في التطبيقات للأسف وأكيد تعرفون ما أقصد ينحذف الحساب مالته يوميا 15 يجون ينحذفت حساباتهم كصورة بالستوري أو للأسف كمنشور فرجاءن لا تنشرون استفادوا من التطبيقات وأبد لا تخالون لزمة عليكم وتنحذف حساباتكم ما في أحد يقدر يرجعها تنحذف تنحذف من القاعدة البيانات نهائيا ف400 ألف متابع ممكن عندك ويروحون مرة وحدة أتمنى افتهمت قصدي والآن كيف راح نفعل الوضع المظلم في الآيفون في البداية راح ندخل على الإعدادات من داخل الآيفون حتى نفعل وضع المظلم في الواتساب لو دخلنا على الواتساب ما في وضع مظلم شون نفعلها راح نروح على الإعدادات ننزل على مركز التحكم هنا مركز التحكم راح تشاهد هذولا الأشياء هنا اللي ظاهرها هذي موجودة بمركز التحكم واللي هنا ما موجودة بمركز التحكم فقط هذا اللي علامة الموجب تخليه انضاف هنا بالعلاء وهذولا صاروا بمركز التحكم بعدها راح تستسحب الشاشة حسب فيه أجهزة من هنا فيه أجهزة من هنا أنا جهازي الآيفون 13 من هنا فهذا هو هنا دارك مورد فقط أخليه أكبسة اشتغل النموط الداكن الآن لو رحش على الواتساب راح تشاهدون وجدا مريح للعين النموط الداكن مساء فحاولوا انه تحافظون على عينكم وايضا فعلوا بالتقريب دائما اذا عينكم قريبة راح ينطيكي شعار الآيفون واني شرحتها في فيديو سابق هاي الطريقة الوحيدة حتى تحول الطريقة الوحيدة في الآيفون حتى تحول الواتساب إلى النموط الداكن ونقطة واحدة حابقوا لها انه لو راحنا على الاعدادات نزلنا على النموط الداكن هذا الخيار اسمه النموط الداكن اذا ما شفتوه هنا دائما بمركز التحكم هذا النموط الداكن أكيد أكيد راح يكون هنا يعني ما موجود لين هذا من أساسيات الايفون فاللي مظهر عنده اللي يلقي هنا بالأسفل ممكن يكون بالأسفل هنا ويضيفه هنا وراح يشتغل عنده النمط الداكن نهاية الفيديو أتمنى استفاديته من الشرح لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك و لايك تحياتي لكم مع السلام